ما يحدث في الجنوب الجزائري هي هناك أزمة في الجزائر العميقة هناك فقر هناك حرمان يعيش به المواطن المناطي الصحراوي حقيقة يعيش كل أنواع الحرمان ما زال يعيش على الطريقة التقليدية القديمة يعيش بظروف سيئة جدا الحرارة الأشياء كثيرة الثروات موجودة على أرضه على أرضه هم يأتون له وتستفيد منه أطراف أخرى تأتي من ولايات أخرى وهو محروم منها حقيقة مثل هذه الأمور موجودة ويجب أن تتم معالجتها بطريقة تحفظ حقوق هؤلاء المواطنين وطبعا أيضا لا يعني أنه أنت يا أخي ما أنت مثلا رك في حاسم سعود تسكن في ورقلا ولا في حاسم سعود بار النفط بحذاك شركات النفط بحذاك تبع لي واحد يقول لك لا بجنبك وانت فاقير لا من حقك العمل وهذه ثروة وطنية تخص كل الجزائريين ويجب أن تكون هناك توزيع عادل للثروة من حق جزائري من ولاية أخرج يخدم في حاسم سعود ومن حقك أنت أيضا تخدم فكلنا جزائريين وكلنا لدينا الحقوق هذه ولكن حذاري من هذه القشنطة الواضح بالمختصر المفيد إخواني ما يحدث في الجنوب الجزائري خطير للغاية والجنوب بالذات مستهدف خاصة في المنطقة المحاذية للساحل والصحراء وأيضا المنات الأخرى التي فيها دائما بؤرة ساخنة وشفنا ما حدث من قبل في غردايا هذه محاولة تحويلها إلى بؤرة كأنها دارفور يراد صناعة دارفور لمثل دارفور السودان يراد صناعة دارفور في الجزائر وفي هذا الوقت بالذات لأن الجزائر تعيش تحولات تعيش صراعات على كل المستويات هناك كان مشروع هيمنة متجذر كانت عصابة هيمنة على ثروات الجزائريين تخيل واحد كانت الجزائر هي البقرة الحلوب وفجأة يفقد هذه البقرة الحلوب ويصير في السجن في رأيك وش رح يدير وهو الذي كان هيمن على الدولة وعنده شبكات وعنده كذا كذا يا جماعة هناك صراع كبير صراع كبير المواطن الذي يريد أنه يستفيد وتخرج الجزائر يجب التعاوى الرئيس يؤدي ما عليه وعن الرئيس أيضا عليه أن يخرج كما قلت من دائرة الأقوال إلى دائرة الأفعال أيضا التلاحم ما بين كل الجزائريين لإنقاذ الجزائر في هذه المرحلة لأنها تمر بمحالة مخاذ العسير أما صناعة بؤر وهذه فهناك أهداف أخرى